حملة التقصي عن مرض سرطان مستمرت من خلال العيادات الخارجية في مشفى السلمية لاستقبال المراجعين وتقديم كافة الخدمات الطبية من تحليل وتصوير شععي للأطمئنان على صحتهم شايفين ميدانيا الناس كيف موجودة هلاك الكادر الصحي اللي عم يشتغل الطبي اللي عم يوسق عم نزل البيانات جوه الأجهزة والغرف اللي بتنفيه أخذ اللطاقات الحمد لله الأقبال كويس كتير فيه متابعة فيه عندنا سجلات منتصل بالناس الهدف تبعنا ومنجيبهم فيه تأمين مواصلات لأيدهم المناطق البعيدة منجيبها عن طريق باسات مفرزة من قبل المحافظة والمديرية الصحة عم هذا أحد المراكز إضافة إلى هذا المركز وجد أربع عربات متنقلة من تشرب الريف وهي السأن الشيخ علي كاسون ودنيبة وبر الشرقي أقبال كبير من قبل المواطنين لهذه الحملة للكشف المبكر عن السرطان وإجراء الفحوصات اللازمة بادرة كتير حلوة كانت هي هي مجتمعية حلوة كتير يعني من الهيئة الصحية لعننا وأكيد هذه بتخفف عبق كبيرة عنا نحن كنساء أولا وثانيا على أهل البيت يعني أنه مثلا الوحد يتخفف عن أهل بيتها أو جاع وأهل آم وكذا بنصح الرجال أنه يجوا يعملوا هذا التحليل هذا شيء يعني واحد يتطمن هو لإجراءة مؤنان عن صحتنا طبعا ولازم الوحد يضلي يجي على المشفى ومشان التحاليل وهيك مشان أحسن ما يكبر المرض وما بقى فيه الوحد يتشبه نصح كل الرجال يجيعونوا الفحص فحص الوطني كويس والأمور ميسرة وكويس كتير كتير تواصل الحملة الوطنية للتقصي عن مرض السرطان عملها في مدينة السلمية عبر المشافي الوطنية وعياداتها المتنقلة محيد دين فهد للإخباريات السورية غيفي حمد